اهنا بحضراتكم الجديد مشاهدين الكرام دروقتي انا صارد مع حضراتكم وبشكل سريع جدا العنوين ومعشطات الابرز والاهم في الصحف المحلية الصادرة المهاردة هنبتدي مع حضراتكم من الود ومصر بدون اخوان ودوء في شوارع القاهرة والمحافظات واعداد محدودة من الجماعة تقضف المواطنين بالحضارة تمان معاني عنوان تاني من الصحة الرئيسية والأولى في جريدة الود عزاء شعبي امام العضراء المواطنون صلوا الجمعة امام كنيسة الوراق وهتفوا ضد الارهاب ونيابة تتسلم مقاطع فيديو حول المغزرة تستغي ان يصور والامن يفحص اعدادا من المشتبهين كلام معانا جريدة في المصري اليوم وبالزبط امان عندنا خبر متعلق بلجمة الخمسين واخر تطورات المستجدات الخاصة بعاملها لتعديل الدستور او وضع دستور جديد الخمسين بتعبر ازمة المدى ٢٩٩ وتستضن بالشورى الجيش يتمسك بنادة المحكمات العسكرية دون اي تعديل اللجنة العالية للانتخابات تتجه لاتاحة تصويت الوافدين من المحافظات في الاستفتاء على الدستور خبر ايضا يتعلق بخطط الاخوان المستنرة وإثارة الفوضى في الشرع الاخوان تعلن الحرب على الجيش والشرطة ٤ نوفمبر التنظيم الدولي يقيم دعوة دولية في جنيد افريقيا والصحة أربع مصابين في مسيرات الجماعة بالقاهرة والجيزة يعني واحنا ممكن نكمل العنوين ومعانا من خلال يعني هذه الجورة الصحفية عبر الهاتف الأستاذ عناد الدين حسين رئيس تحرير التنفيذ لجريدة الشروق للتعليق على هذه العنوين والعديد غيرها بالطبع مرحب بحرير لبشاة زعناد احنا بيك فجل الصباح الخير اهنا بحضرتك معنا ويريت تعقبنا في البداية عن مظاهرات البارحة من قبل انصار دمعت الاخوان المسلمين شفتها ازاي يعني من محط الاعداد كانت بتنظرها واحد من العشرات ش بعض الاماكن زيما كان مقدام جمع الاستقامة الجهيزة وبين المهات ش مناطق اخرى وصلت الى الالاف من مظاهرة نظيمة نصر بضعة الاف نفس الروتين اللي شغير لكن شايفين يعني العداد تتناقص الظاهرة ضعيسية المضحر يعني بطريحة الحال لا يمكن المظاهرات معنا كانت تيارة المذي يمثلها وقوم بها تستمر بنفس الوثيرة هناك اسرار مستمرة من جامعة الاخوان ان يكونوا موجودين في الشارع ينظلون اقصى جهز لمن يعتقدون ان اتوقف مرحلة من المذة الهم ربما توقف الوجود فبالتالي يتعاون طوال الوقت ان يتواجدوا حتى ينقل اعلام انهم مازالوا موجودين في الساحة السياسية نعم طيب استاذ انادي يعني كيف ايضا تقيم دعوتهم لتسعيد الامور بشكل كبير يوم 4 نوفمبر اولى جلسات محاكمة الرئيس السادق محمد مرسي وتحديدا يعني كان يعلنوا اعلام الحرب على الجيش والشرطة 4 نوفمبر ماذا جدية هذه الدعوة اي فان؟ طبيعي بارد من المنطق ان هم في مرسة هذا اليوم يشيدوا اكثر اكثر يعني ما يتطيعون من الحيد هذا اليوم بل يستحكم في احد الموض جمعاته هو محمد مرسي بل يشعر من السطريس الامورية قبل الخارع في 3 يوليو الماضي هم لا يريدون صحة حيدا محليا في الداخل او في القناة الكبرى المحافظات ولكن فيه تبقى لسلامتهم في العالم تبقى مقامة دارية لانهم وجود في 80 دولة فبالتالي سيحاولون ان ترغموا مظاهرات في هذه الماكل باسمالها لأيضا الارسال المثالة وحيدة للجميع عن منا ما زلنا موجودين وعلى اكثر تأثيرا وسلطا انهم مازالوا بارعين مقامة باكبة اعلام الدولة في الخارج ما تعلق بالصورة والرواية التي يتداولها باعلام الدولي بشأن ما حدثت فيه من فترة من 30 يوليو حتى 3 يوليو اما في فكرة الحرض على الجيش والشرطة هم الناس يعني لم يقصروا في هذا الامر وعن نوع بوضوح وليس متصورا ان يقدم ورور للجيش هم او بالشرطة هم يقضون ايما نطلنا في السلطة واقضت السلطة منا فبتالي هناك مباراة في رعي رضيات على الارض الشارع موجود فيك عدد جيد من الشعب في ديانب الشرطة نعم استاذ زهماد خلينا نستعود مع حبتك الانوان الابرز في جريدة مصر اليوم والخمسين تعبر ازمة المادة 219 وتصطدم بالشورى والجيش يتمسك بالمحاكمات العسكرية دون تعديل واللجنة العورية للانتخابات تتجه لاتاحة تصويت الوافدين من المحافظات الى الاستفتاء على الدستور خلينا نبتلهم حضرتك بالجزئية الاولى والجدل المثار حول المادة 219 نعم انا بالامس كنت قرأته وعلمته انه هناك استجاه لتضميم يعني طياغمات الهزم الغزمة في بعض السياغات وانا على تقدير الشخصي من البداية وفسدت هذا المرارا وتجارا انه لن يكون هناك مشكلة ستكون هناك فيها لترضية حزب النور بحيث يعني يقول القوائل قد حصلنا على امام اللجمة الدستور دون ان توصل هذه الصياغة على فخرة مدنية الدولة وعدم فرض اراء مسبقة دينية معها يعني فخرة المادة كلية كان هناك استراح بان يتم تضميمها في المادة الاولى او حتى في المادة السابسة نعم طيب استاذ الماد يعني ايضا كما يرى مراقبين او محللين هناك بوادر لازمات جديدة منها ما يتعلق بالابقاء او الالغاء مدلس الشورى ومنها ايضا ما يتعلق برغبة المؤسسة العسكرية في الابقاء على المحاكمات العسكرية دون اي تعديل او تغيير رؤية حضرتك ايه فاند اقول ذلك يا رأيي اعتمد على التقرير وليس على المعلومات اتصور في النهاية لان تكون هناك مشكلة حقيقية سيتم هدوء كل هذي الرجمات أن الوعى التي تصفلت الدستور أو غالبية الموجودين فيها لا تصور أنه يقططون من قريبة وبعيد أن يكون هناك صدام بين القوى السياسية المبنية بأثمانها الموجودة في المسلحة فيما تعلق بالمادة الشهرة الشيش مادة المحاكمات الأفكارية ومادة تحصيل منصب غير الدفاع من فترتين أو ثلاث برات ليت وارياً أماماً يكون هناك صراع لكن وارياً يكون هناك اختلاف كبير ومن يجري احتوائي نصيغات قانونية وثياثية خلاقة أظن في النهاية سيعبر الجميع هذا المأبخ وصولاً غيراً للفتاة على الدستور الكديد هل المؤشرات الحالية تؤكد ما تقول أنت أستاذ زعماد الآن فكرة تجاوز أي أزمات داخل لجنة الخمسين ولا زي ما البعض الآخر شايف أن فيه أزمات حقيقة كثيرة جداً في لجنة الخمسين وربما تصل إلى أنها أزمات عميقة وصعب الوصول لحلول لها بشكل سريع أنا لا يعني هناك طبعاً خلافات فترة مجموعة الشورى هناك قوة داخل الملتار الجبرالي معه ضد جد الشورى قوة ترى أنه بلا قيمة وأنه يستيلاء يعني إنفاق أبوال 150 أو 160 مليون وأي مبلغ بلا طائل والله الآخر يقول لها أنه يمكن أن يدب من يعمل خبراء يساعدون مجلس الشعب فيها التشريع في كل الأحوال هذا الصراع هذا المفق ليس صراع رهوي الدولة يعني بمعنى أنه صراع قد يعني كلا وجتان نظر ربما صحيحتان فبالتالي هي قضايا ليست مشردية مثلها مثلاً تكتبت صراع رهوية الدولة على سبيل المساء اللي تدور فيها الأمور أن القوة السياسية الموجودة في المجموز الخمسين كل القوة السياسية تقنية جماعة أخوى المسلمين وبعض أخوى المسلمين خلال حقيقة ما ينعو بيها القوات المسلحة على سبيل المساء على مستهمة للدولة ومدنياتها فبالتالي فيما على هذه الأمور فقد الشيء قابل النقاش وصل نعم طيب أستاذ عنادي يعني ننتقل بحضرتك إلى موضوع آخر متعلق بزيارة دكتور حازم البيبلاوي رئيس مجلس الوزراء لبولة الإمارات العربية المتحدة ويقاؤه مع الجالية النصرية هناك يعني ادلقوا ببعض التصريحات خلال هذا اللقاء من أبرزها أنه نصر أنهت حكم العسكريين ولن يعود وأيضاً نفأ أنه حكومته يعني حكومة مرتعشة الأيدي مؤكداً أنهي اتخذت بعض القرارات القوية والسرمة على سبيل المثال الفضع في السماي ربعة والنهضة وما إلى ذلك أولاً هل بالفعل يعني الحكم العسكري انتهى في مصر ولن يعود؟ وهل أيضاً حكومة الدكتور حازم البيبلاوي ليست حكومة مرتعشة الأيدي من يمكن تنظرت لأستاذ عناد؟ الفيما يتعلق بفكرة الشكم العسكري لابد أولاً يعني يتم تعليق ما هو المعني للحكم العسكري يعني ذات أمي للحكمة يعني الحكم العسكري باستيغل الموجودة كانت في أمريكا بلاتينية أو في بعض دول أفريقيا غرب الصحراء أظم أن هي غير موجودة في مصر فكرة حكم العسكري كان مصطلح غير موجود في مصر ومصطلح مستورد من وفاة وفاة بلقان وفاة بلقان وفاة بلقان وفاة بلقان لكن لا يوجد بالمعنى الثقيقية للمنصفة عسكري في مصرية المنصفة ورمانية لا يمكن أن تغصريها يعني ليسا بدينا مجموعة كارية متحصل عن الشعب تعيشها بالمصادة ووضعهم المصادة كلهم موجودون معنا أن تغصري عن تغصري أي جندي أمامك في الشركة صباحاً أو في بلقباس أو بتغيث أو أي أو اكتبار وجود بلد الجيش أو سيطرة بلد أو دور المساعدة للجيش في الحياة السياسية المصرية نعم كان موجوداً ومازالة منذ عام ٢٥ وسيظل ربما لفترة أخرى لكن هي الطريقة كيس يكون هذا الأمر وكيس يمكن التوظيمه وكيس يمكن الانتقال إلى أمثيل مؤسسات المجتمع المدني ودعم الدولة المدنية أكثر من الأشعة التي نعيشها فبالتالي الحكم العسكري بالمفهوم الذي يتحدث عنه بعض المرايقين وهي الموجود في مصر الجزء الأخر شيء متعلق بحكومة الدكتور حزم بلاوي هو إلى حد خلال ثانياً حكومة القرارات التي اتخذت ووظيف إليك أيضاً القرار الحد الأدنى من إجهور هي نقول لها القرار تؤكد أنها كانت قرار ثورية حقيقية لكن الخلاف ليس فيها في المقبلة المتنظر وخالف يتعلق فيه أحياناً عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات فيها تعلق بالحياة الحياتية للمواطنين عن ظهور على سبيل المثال تنظيم الطرق البغطادية يتعلق بالحياة اليومية للمواطن المصر طب أستاذ عمد حابين حالي تكلم حضرتك عن المباحثات المصرية الحالية مع الاتحاد الأوروبي لإسترداد الأموال المنهوبة والمصروقة إلى الخارج وينحيى كثير الحديث عن استرداد الأموال المنهوبة ولكن في النهاية مفيش جديد بتخرج بأي مباحثات سواء المباحثات الحالية أو المباحثات السابقة رأي حضرتك إيه في الموضوع ده؟ المشكلة باختصار أنه قد جرى المبالقة في البداية بعد إثقاف حصد المبارك في 11 فبراير 2011 تم تصوير الأمر للمواطنين عامياً أن هناك مليارات الدولارات ستعود وأنه سيتم تقسيمها من الأموال وبدأ معضي يحسب الثروة الموضوع في الخارج كما تم التنشر وسائل عام وقتها 20 أو 100 مليار دولار فبدأ معضي يحسب كم سينزل وكم سيحصل من هذه الأموال المثالة فقبل بعد ذلك أننا نحتاج أحكام قضائية رادعة وقبل هذه الأحكام علينا أن نعرف أين هذه الفنوش وكام الموعدة به هو لمن تعود لماذا في الشديد كانت هناك مباركات دون دراسات حقيقية كان هناك تواطئ ما من بعض البلدان الأوروبية التي توجد هذه الأموال لكي تستعيد يا أموال لابد الأول أن تحدد أين هي لمن تعود حكم خضائي تحاطني هذه البلدان يعني البلدان يعني العلاقة بين مصر والتحاد يربس على أخير أموال لا تشد العلاقة بين مصر وليبيا يالنس مسؤول هنا ومسؤول هناك ويتافقوا على الخط على هذا الشخص أو مصادرة هذه الأموال الأموال لا تجري يا سابة الخارج تحتاج تخطيطاً وتدبيراً عمضة من هذا الكثير نعم الأستاذ عماد الدين حسين الرئيس تحرير التنفيذي لجريدة الشروق شكراً جزيلاً لك على هذه الرؤية التحريرية عبر الهاتف الأهم من جاء في عدد من صحف القاهرة الصادر هذا الصباح من عنوين ومانشتات شكراً يا أستاذ عماد